هلأ عندنا رمضان وعندنا الأكلات الزاكية كلنا محترين إيش بدنا ناكل على الفطور أو على السحور مشان هيك بأكلتنا اليوم بدنا نقولكم شوي من الاختيرات اليوم كانت تاكلوها وتعملوها بطريقة شوي أقل بالسعرات الحرارية ونضمن إنه عم ناكل إشياء زاكية أول ما يقدم ناكل ثلاث تمرات منشرب كاست الماء أو كاست اللبن منقوم منصلي ومنرجع منشوف الصفرة منقق كوب من الشوربة اللي موجودة قدامنا سواء كانت شوربة عدس أو شوربة خضار أو شعرية بعدين مننق السلطة ناكل صحن منها فتوش سلطة جرجير تبولة أو أي نوع من أنواع السلطات اللي موجودة قدامكم منشوف المقبلات وما منقدر نقومهم مشان هيك منفضل نكون المقبلات طابخينها بطريقة صحية منحاولين نشويها ما نقليها عشان نقلل من السعرات الحرارية إيش المقبلات؟ منقدر ناكل سنبوسك أو منقدر ناكل كبة منقدر ناكلهم مع لبن بخيار أو حمص منقدر نغمسهم يكونوا فعلياً محشيين حمص أو محشيين خضار أو محشيين لحمة أو محشيين جبنة نقدر ناكل أي نوع منهم بعدين بدنا نشوف الأكلات الرئيسية إيش الأكلات اللي إحنا منقدرنا كلها أنا شخصياً بفضل هذا الصحن واللي هو المخشي كيف نقدر نعمل المخشي؟ نقدر نشوي الكوسة ما نقليها منقدر ناكل لحمة لجواتها تكون مشفية وما فيها سعرات حرارية عالية جداً فيها لبن ما فيه سعرات حرارية كمان عالية منقلل الملح ومننبسط بالوجبة بعدين بدنا نحلي بإيش بدنا نحلي؟ فواكه أطايف ما شوية أو الرايس كيكس اللي عليها زبدة الفول السوداني مع نوع من أنواع الفواكه اللي هي الموز أو الفرولة منكون فشينا قلبنا وأكلنا إشي من إشياء الحلوة طي بدنا نتسحر يا مجد إيش نناكل على سحول؟ نقدر نعمل تشيكن باي أو فطيرة الدجاج المهم بدون كريمة وبدون حليب وبدون جبنة نحط فيها جاج وخضار أو الأبشن الثاني لفاقف البيف رابس أو الشاورمة اللي إحنا بنقدر نحط جواتها تبولة أو ستيك محتارين ومش عارفين شو تاكلوا تقدروا توصوا أكلكم من The Nutri Box تضمنوا أكل صحي قليل بالسعرات الحرارية ورمضان كريم عليكم